جاءت نخرى ومع تزايد التوتري في بضيق باب المندب دع أعضاء مجلس الأمن الحوثيين إلى وقف الهجمات على البواخر في البحر الأحمر وخليج عدن مضحين أن تهدد الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة العالمية وإمدادة الغذاء وجاءت دعوة عضاء مجلس الأمن بعد أن حث ائتلاف دولي يضم أمريكا وإحدى عشرة دولة حليفة لها جمعة الحوثيين على وقف الهجمات بالمنطقة مهددا يهم بتحمل العواقب وقال الخبير في شؤون الأوروبية والدولية محمد رجاء بركات أن أزمة الملاحة في البحر الأحمر تؤثر على الاقتصاد العالمي وإن هذه الأزمة رفعت السعار الشحن بمائة وسبعين في المئة هناك أزمة حقيقية ما حصل من قيام الحوثيين بضرب صواريخ والاستيلاء على إحدى السفن والتوترات الأخيرة التي حصلت خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم أثرت على الاقتصاد العالمي بعض الخبراء قدروا الخسائر التي تنجم عن هذا الحدث بنحو 200 مليار دولار وارتفاع أيضا أسعار الشحن ارتفعت بنسبة بأكثر من 170% وأسعار التأمين على الملاحة البحرية وهناك أصبح نقص في تزويد المواد الغذائية ونقل المواد الصناعة المصنعة التي كانت تمر عادة عبر طريق باب المندب والآن هي مضطرة لتغيير مسارها وتذهب باتجاه رأس رجاء الصالح وطبعا هذا سيزيد من فترة وصول بضائع والنقل بنسبة بنحو عشرة أيام فبالتالي هذا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية أيضا قيام الحسيين بمنع السفن التي تتجه والتي تحاول إرسال بضائع إلى إسرائيل طبعا قيامهم بهذا العمل أدى إلى التوتر في المنطقة من ناحية السياسية وقيام الولايات المتحدة الأمريكية والدول حليفة بتشكيل تحالف أطلق عليه الآن تحالف دفاعي حارس الازدهار بمعنى أن ما يجري حاليا يعقل الازدهار الاقتصادي ولهذا السبب سمي بهذا الاسم هذه العملية فبالتالي هناك فعلا تأثير لهذا الموضوع على الاقتصاد والأوضاع السياسية في العالم ترجمة نانسي قنقر